يقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كل حاجة تعملها بإذن الله تعالى وكل صدقة تتصدقها واتدخل الفرحة بيها علي تيم والفقير والمسكين اتأكد أنه ربي سبحانه وتعالى خبهالك الوقتاش الوقت الغصرة خبهالك وقت الابتلاء خبهالك وقت المصيبة خبهالك وقت المرض بإذن الله تعالى كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم الصدقة تدفع البلاء بل أعظم من ذلك ربي مش يخبيلك فقط بل يضعف لك أضعاف مضاعفة كما قال جل وعلا في كتابه العزيز مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مد يدك للخير وتكفل بتفل صغير الكلام اللي قلناه توا نجموا ترجموه على الصعيد الواقع من خلال المشاركة في الحملة الوطنية اللي أطلقتها الجمعية التونسية لقراء السويس دينار فقط في اليوم دينار فقط في اليوم تنجم بإذن الله تعالى تمسح به دمعة فقير شارك معنا في الحملة هذه واعلم أنه ربي سبحانه وتعالى قال تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم الاقتطاع الآلي القار هي آلية دعم جديدة شفافة ومضمونة وفرتها الجمعية التونسية لقراء الأطفال السويس ووضعتها على ذم الدعميها بالتعاون مع البريد التونسي وذلك بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي هي عبارة عن اقتطاع آلي شهري من الحساب البنكي للمتبرع بمبلغ مالي هو لحده الآلية هذه قادرة توفر للجمعية مدخيل قارة تخليها تعمم خدمة الرعاية على عدد أكبر من الأطفال فاقدي السند وتخليها زيدة تحسن من جودة ونجاحة برامجها وتدخلاتها في إطار معضادة جهود الدولة للانخراج في منظومة الاقتطاع الآلي القار يكفي بش تدخل لموقع الجمعية وتختار وتعمر المعطيات المطلوبة في كنف السرية وبكل أمان عملية الاقتطاع تصير بعد التأكد من وجود دراسية في الحساب البنكي للمتبرع اللي بإمكانه تغيير المبلغ المخصص للاقتطاع أو تعليق التبرع ظرفياً أو إلغاءه في أي وقت انخراطك في منظومة الاقتطاع الآلي القار هي مساهمة نبيلة في توفير حظن دافئ لآلاف الأطفال المهدين واستثمار حقيقي في استقرار وتوازن المجتمع اللي ننشدوه لينا والأولادنا مد يدك للخير وتكفل بتفل صغير